استمارة لو سمحت استاذ محسين بدي منك تجاوبني على كل الأسئلة اللي هاترح عليك الاسم؟ محسين موحدين المهنة؟ مخرج وممثل وممتج لعمر؟ 17 داخل في 17 جاد ولا مش مبين عليك لا مش مبين عليها بس يعني ديف 40 سنة كمان فوقهم أنا بعرف الستات عندهم مشكلة بالعمر حتى رجالي عندهم مشكلة بالعمر لا 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 أنا بس باتحكي طيب العمر لكي 57 57 العمر كله نوع الفحص اليوم اللي عابلك تشوفك الدكتورة من خلاله أي نوع فحصك نعمل تشك على كل وقت ما في قصص معينة شغلة معينة حابب اتطم لبالك أكتر عليها والله هو الواحد التي مع السن لبي يكبر النظر شوي بيضعف النظر رحطيك عويناتك ترجيلي بتقدر تشوف فيهون بص تشوف فيهون هم بحبلش لك أنا من نظر لا 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 أنا عندي أصلي بعض نظر آه بدك بعض نظر طيب آخر مرة عملت فيها فحص شامل كان من إمتى تشك أب لا أنا ما عملش ولا مرة لا ولا مرة غريب آآ أصلي ليه نوع من ثقافي يعني عنا نحنا كمجتمع شارعينه بس ما نبحس بشغلة معينة تعبنا من روح من شوف الدكتور ولا لا، نظام حياتنا هو اللي بيخلينا نروح للدكتور يعني طبعا حكاية إنك المدخن اللي ما بيعابش رياضة اللي ما بيخليش بلو من نفسه اللي بيأكم كتير وحاجات فيها سامنة كتير وحاجات أنت بعيد بقى عن كلها التفاصيل أنت ما بتدخن آآ لا الحمد وأكلك صخي وبتلعب رياضة بعدك لغير هلأ طيب نوع الفخوصات اللي أجريتها قلت لي ما فيه ما فيه ولا أي نوع من الفخوصات أجريتها آآ يعني هو بس السنين بس أكيد يعني من السنين بتخاف من طبيب السنين؟ لا لا خالص ما عندك مشكلة أهوكي بتخاف من المستشفيات؟ خالص لا؟ لا مصاب بأي نوع من أمراض مزمنة عتكون أمراض وراثية بالعائلة؟ وكان فيه سكر عند والدي الله أرحمه ووالدتي بس الحمد لله الواحد بيحافظ يعني على الدنيا درسل غضلة المغاريش الحمد لله بس أل الله سبحانه وتعالى حفاظك حفاظ ما حدا بيعرف الله لا يقدر هل تخاف من وغز القبر؟ لا لا تتناول أي نوع من المهدئات أو المستكنات؟ خالص ولا شيء؟ لا لم يجعك رأسك بتاخد دوا ولا بتقول فضل بلا؟ لا بعمل مسار ما بتاخد أبدا أدوية مساكنات؟ أحيانا إلا ما بيزيد قوي عن النزوم بابتدي يأخد طبعا بشام مساكنات لكنه كان دايما الواحد يأخذ مساكنا عشان ألم السداء يعني أوكي خضعت للبنك الكلي؟ أه طبعا كنت بعمل مسرحية فرصة العمر على المظهر وجالي الزايدة وأنا على المسرح أنت وعم تلعب المسرح؟ أه بس دا كان من حاجة يعني ستة وسبعين سنة ستة وسبعين أوكي وجالي زايدة والزايدة كانت في حالة صعبة وكملت المسرح لغاية الآخر وبعدين مع الوجه مع الألم مع كل طبعا أخرك برا صوت وارجع أصوت على المسرح غير صوت على المسرح غير صوت على المسرح نزرت كده وبعدين بقى عملت عملية كاملة أه في ذكريات معينة إلا علاقة بالمستشفى بالنسبة لألك؟ يعني في صورة ما بتقدر تنسيها من داخل المستشفى في شي بس تمر قدام المستشفى بتتذكره؟ أه لا بصي أنا 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 من ناعي يعني أي حاجة حدث بيحصل لي كبير أنا ببقى عندي تركيز جامل قوي وبعد ما بيخلص ببتدي أفك يعني يعني يحصل لي بقى انهيار يحصل لي زمن يعني أي حاجة لكن طبعا المستشفى هي حاجة مش لطيفة يعني مش غزيزة يعني طبعا في بيبقى لك أحبائك في والدك أخوك مضطر تزورهم يعني بالمستشفى طبعا طبعا لأنه في أشخاص حتى في أشخاص بس ما بيقدروا يروحوا المستشفى أبدا يعني بالزبط ما بيقدروا يفوتوا على المستشفى ومنهار من بعض المستشفى بشرائك بالمستشفى تبعيتنا نحنا المستشفى عنا مريحة ريخالش دان ها عبر زعاموك بسمعات أنا في كل الحلقات ما في شكوى معينة هدا اخر سؤال تطرح عليك الطبيبة رغدة ما في شكوى معينة لا الحمد لله انا ما بعرف حيثة صحيا الوضع مانتاز يا رب اتضل هيك نفسيا شو الوضع نفسيا طبعا فيه متقلبات دايما ونفسيا الواحد دايما بيحصل له مرة يفرح مرة يحزن يحصل له اكتعاب مرة لازم بس لازم المهم ان الواحد يقرج نفسه بالحالة اللي هو فيها محسن مش انت اللي حتقرر في العيادة النفسية تحديدا معايا لا طبعا نحاول لكل حالة انا مش هقدر خير